أدعو أخي الكريم من مصر الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد السلام لإلقاء بحثه الموسوم بالإمام الصادق سلام الله عليه في مرآة الآثار والفنون الإسلامية والأخ الكريم الضيف العزيز من مصر هو وكيل متحف عواصم مصر للشؤون الأثرية وله سيرة علمية طيبة نسأل الله أن ينفع بها العباد أدعوه لإلقاء ملخص بحثه حياك الله جناب الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم سيد الأولين والآخرين معلم المتعلمين إلى يوم الدين عزراً رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف جاءت قديماً زرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى والله لو ماء البحار جميعها صارت مداداً لوصف أحمد ما كفى يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب العظيم تشرفا يكفيه أن البدر يخصف نوره لكن نور حبيبنا لن يخسف صلى الله عليه على آل بيته الطيبين الأطهار إلى يوم الدين يا رب اجعل من فم بزر الفصاحة ينطق ليبلغنك أيها الصادق لكن ولو منح الفصاحة أبحر وأتى بها فياضة تتدفق سيظل في متح الإمام كأنه قزم إلى قمم العلا يتشوق أنا لم أنمق في المديح قصيدتي ولكن زكو الإمام بها وحسب ينمق وبعد في الحقيقة سوف أتناول موضوع الإمام جعفر الصادق عليه السلام من منظور الحضارة والآثار والفنون الإسلامية الحضارة الإسلامية كتب لها أن تكون أوسع وأكبر الحضارات الإنسانية على الإطلاق أكبر من أي حضارة لماذا؟ لأن كل الحضارات السابقة لها وسمت مثلا على سبيل المثال حضارة العراقية أو الحضارة المصرية أو الحضارة الفارسية أو حتى حضارة الصين كل هذه الحضارات انتسبت إلى بلد معين ولكن قدر لهذه الحضارة وهي الحضارة الإسلامية أن تحتوي كل هذه الحضارات تحت وطقت ومظلت كلمة الإسلام فهي أعم وأشمل وجاءت لتحتوي كل هذه الحضارات السابقة أخذت منها وأفاضت بعطائها والفن الإسلامي بشكل عام هو مرآة ناقلة صادقة لواقع الحياة المجتمعية أي أن ما يحدث في المجتمع نجد أنه له تأثير موجود في الحياة الاجتماعية ومنها نمازج من التحف والقطعة التي اجتملت على أنماط ثقافية من حياة الإمام الصادق عليه السلام كان لها واقعا مؤسرا في حياة الفرد والمجتمع تمثلت هذه القطع فيما ورد من أدعية شريفة مباركة أو من حرزه الشريف أو من ذكر اسمه الطاهر على شواهد قبور مصورة كل الحاجات ديت على قطع أسرية تمتاز بأصالتها وقدمها وذلك تيمونا وتباركا به أو ذكر اسمه الشريف ضمن الأئمة الإثنى عشرية ضمن قطع مستقلة كانت ترافق المسلمين في حياتهم واستخدموها كنوع من الحلي أو أثناء خوض المعارك الحربية مثلا أو التي تشمل أو تجتمل على منتجات خاصة بالأطفال إما للتيمن بشخصه الكريم أو للحماية ودرء المخاطر عن هؤلاء الأطفال وختاما ورد اسمه الشريف على نوعية من المصاحف عرفت بمصاحف الرول أو مصاحف الدرج كذلك ربما يكون من الغريب أننا نجد قطع أسرية عبارة عن مجموعة من الأختام أختام كانت تطبع على ورق زيه ورق البرضي أو الورق الذي اشتهرت به بغداد في الصناعة وهي قطع أسرية أننا نجد اسمه الشريف على مثل هذه الطوابع والغرابة هنا أن هذه الأوراق تمثل أحجبة إسلامية طب إيه علاقة الأحجبة بالإمام الصادق؟ زي ما احنا اتفقنا أن كانت هذه الأسماء سواء اسم الإمام الصادق عليه السلام أو اسم الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين كانت تكتب تبركا وتيمنا بهم ولنيل البركة ولكسب مثلا الخير الكثير أو لدر أي مخاطر بأي من أنواعها كذلك القطع الأسرية التي سنتكلم عنها دلوقتي حالا تميزت بالتنوع تميزت بالتنوع من حيث المادة الخام فهنجد منها فخار هنجد منها قطع نسيج هنجد منها معادن كالحلي والزهب وكذلك قطع من العقيد كان لذلك لما رأينا مثل هذه القطع الأسرية رأينا أنه لابد من عمل دراسة مستقلة تكون مرآة صادقة وعاكسة وناقلة للجوانب الثقافية في حياة المسلمين وإبراز مدى حبهم والمكانة التي تمتع بها والتي نالها عليه السلام في قلوبهم والتي أثرت بما لا يدع مجال للشك في حياة الفردي والمجتمع هندخل مع بعض سريعا على النمازج الأسرية زي ما حضراتكم شايفين ده خد أنا أسف ده طابع الطابع اللي حضراتكم شايفينه ده بشكل عام بيحتوي على شكل المحراب اللي هو حضراتكم شايفينه زائد أن القعدة بتاعة المحراب والتاج بتاع المحراب على شكل المشكاه المحراب في التفسير بتاعه أو في الرمزية بتاعته بترمز إلى سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه طب والمشكاه بترمز لفكرة الإمامة كذلك هنجد أن معظم القطع الأسرية التي سوف نعرضها هتحتوي على إما آيات قرآنية زي آية الكرسي أو الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو أننا سوف نجد الحديث المعروف عن سيدنا الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نادي علي مظهر العجائب تجده عونا في النوائب كل أمر سينقضي بولايتك يا علي كل هذه الكتابات إنما كتبت على هذه القطع الأسرية تيمنا وتباركا ولنيل المقاصد التي من أجلها صنعت القطع الأسرية داتة أبعا تفريغ هنا لو حضراتكم شايفين هذه كلمة جعفر تمام طيب مثلا ناخد مثال واحد اللي هو ده لفكرة الهدف والغرض الوظيفي من صناعة القطع الأسرية هذا الطابع على سبيل المثال يعتبر من كتابات الأحجبة الشيعية التي تقضى بها الحوائج وتمنع الفقر وقد أوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن سفينة النجاء من تعلق بنا نجاء ومن حاد عنها هلك فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا إيه أهل البيت وأوي عن الإمام أبي الحسن الكاظم لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وفاطمة من النساء وفي حديث آخر إذا ما كتبت أسماء الأئمة وأسماء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شريطة أن تسبق هذه الكتابات بالبسملة طبعا إحنا تكلمنا عن الآية القرآنية الكريمة وكذلك آية الكرسي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم والله لو علمتم ما فيها ما تركتموها نوعية جديدة من القطع الأسرية المهمة جدا والتي تعود إلى مصر في العصر الفاطمي والمحفوظة في أكبر متاحف الدنيا في العالم الإسلامي كله وهو متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أكبر متحف الإسلامي على مستوى العالم قاطبة يحتوي على مجموعة قيمة من القطع الأسرية الإسلامية منها هذا المحراب الذي نسميه محراب متنقض نعايز أقول لكم أن المحراب ده عبارة عن كف إيد كده ومع ذلك كتب عليه كتابات بأسماء الأئمة الإسنة العشرية وأدي كلمة جعفر أستأذنك تمام؟ طيب أخوان أطفاء الأضواء رجان كذلك لو ديت نمازج مختلفة لفكرة المحراب طيب إيه علاقة المحراب باسم الإمام أو الإمام الصادق عليه السلام أنه ما من محراب من هذا المحريب إلا وسجل عليه اسمه الكريم طيب هنا كمان قطعة من أجمل القطع القطع ديت عبارة عن قرص كان بيستخدم كتميمة التميمة اللي هي بتلبس في الرقبة زي الحالاتكم شايفين أنا حتى عملت ليها تفريغ عشان نوصل الفكرة شايفين حضراتكم السقب ده السقب ده في السمك بتاع القطعة بتلبس هنا سمك تمام؟ وبتلبس كتميمة طيب هنا مكتوب عليها برضو أسماء الأئمة الإسنة عشرية هنا نفس الكلام خاتم هذا الخاتم مصنوع من الفضة وله فص من العقيق وعليه أيضا أسماء الأئمة الإسنة عشرية وهذه اسم سيدنا جعفر عليه السلام كذلك هذا القميص قميص لطفل وعليه كتابات ومفعم مفعم بمعنى الكلمة بالعديد والعديد من الزخارف أنا أقول لحضراتكم يعني سريعا هذا القميص طبعا كان يكتب بالحماية أنا عايز أقول لكم أن الكتابات ديات مكبارة يعني الكتابات صغيرة جدا هنا ومطبوعة بطريقة اسمها قلم كار وهي من أهم الطرق التي نجح فيها الفنان الفارسي وهي تنسب إلى إيران في العصر الصفوي في القرن الحادي عشر السابع عشر الميلادي شايفين حضراتكم مدى الزخارف والعناية بها طيب إعلاقة الموضوع موضوع القميص بحماية الطفل بالإمام جعفر وجود هذا النص شايفين حضراتكم حرز إمام جعفر صادق معروف طبعا الحرز الخاص بسيدنا الإمام جعفر الصادق على سبب المثال بسم الله الرحمن الرحيم يا من إذا استعزت به أعازني وإذا استجرت به عند الشدائد أجرني إلى آخره طبعا كله ده مكتوب في البحث قطعة من القطعة الجميلة جدا والتي تعود أيضا إلى إيران في القرن الـ 18 الميلادي دلاية تمام هذه الدلاية بقى مميزة ليه؟ لأنها قيل فيها أنها كانت تلبس كدلاية فرقبة وقيل أنها كانت تلبس هنا في اليد وكان يلبسها الجنود عند خوض المعارك الحربية طب إيه علاقة الأئمة الأطهار؟ أنها كانت تسجل على قطع وعلى قطع من العقيق الحضراتكم شايفينه ده نوع من أنواع العقيق الأصفر عليه أسماء الأئمة الـ 12 كانت تكتب بغية وتيمنا بالنصر على الأعداء قطعة من أهم وأجمل القطع القطعة دي منطقية يا جماعة كف يد هذا الكف زي ما حالكم شايفين عليه كتبات أيضا باسم الأئمة الأئمة الأسنى العشرية ومن ضمنهم الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وهي محفوظة في متحف الميتر بوليتن بنيورك ديت بقى من القطع المميزة المحفوظة في متحف الفن الإسلامي ليه مميزة؟ عشان عليها أسماء الأئمة الأسنى العشرية وعليها كذلك اسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مكتوب محمد سيد الأنبياء وعليه سيد الأوصياء وبعز فاطمة الزهراء وبعد كده أسماء الأئمة طبعا سيدنا الحسن والحسين وهنا حضراتكم لو لاحظتم إنه الكتابات معكوسة مقلوبة عشان لما يجي يختم تطلع الكتابات معدولة هنا مكتوب إيه بقى؟ وبجعفر الصادق في الأرض والسماء ديت تفصيل لها احنا مش هناخد في ذكرهم ولكن أنا حبيت بس أوريكم تفاصيل القطعة لأنها فعلا من القطعة المهمة جدا والتي تنسب إلى إيران أيضا في العصر الصفوري القطعة القبل الأخيرة عشان ما أطولش على حضراتكم وينسحب بساط الوقت ده شاهد قبر شاهد قبر من إيران محفوظ في متحف الروضة المقدسة بقم مؤرخ بسنة 1290-1873 خاص بسيدة اسمها مهدى علي زي ما حضراتكم شايفين الشاهد ده احنا بنسميه من الشواهد المصورة يعني ايه مصورة؟ يعني عليها رسوم آدمية زي ما حضراتكم شايفين هنا هو اسم ليه أطفال مجنحة احنا بنسميهم في الفن بشكل عام كل الفنون السابقة سميتهم بالشكل ده بيسميهم ملائكة مجنحة طيب نفس القصة المعهود والمعروف إن شواهد القبور كانت نمط واحد على مستوى العالم الإسلامي ولكن باختلاف شكل الكتابة وطريقة المحتوى كانت بتكتب بسم الله الآيات القرآنية ثم اسم المتوفي ثم تاريخ الوفاة المميز في هذه القطعة إن من فوق هنا في الجزء الدائري مكتوب وهو الحي الذي لا يموت ومن تحت كده وبجعفر الصادق حقا كلمة وبجعفر الصادق حقا كأحد الأمة يعني هي صاحبة هذا القبر أو من عمل هذا الشاهد بيستعين وبيتيمن إلى الله وبيتقرب إلى الله بإنه يغفر لهذه المتوفى ببركة سيدنا الإمام الصادق النوعية جديدة من أهم النوعيات المصاحف مصاحف مصاحف بتسمى بمصاحف الول أو مصاحف الدرجة أنا جبت لكم نمازج عديدة منها وعايز حضراتكم تلاحظوا على سبيل المثال وليس إلا الفكرة بتاعة المصاحف الصغيرة دي أو مصاحف الول إنها كانت بتكتب بنوع من الخط اسمه الخط الغباري الخط الغباري ده من أدق أنواع الخطوط وأصغرها صغير جدا تمام الفنانين أبدعوا في إنتاج مثل هذا النوع من الخطوط ولكن الإبداع الحقيقي إنه لما ييجي يكتب به نص قرآني إنه ييجي الفنان يتميز بمهارته الغير عادية بإنه يطوع هذه الكتابات في كتابة نص مقصود داخل هذا النص القرآني فهميني بس طبعا مش تحوير أو مش يعني لا يبتعد عن النص القرآني ولكن بمهارة الفنان يقوم بتنفيذ مثل هذه يعني يأخذ النص القرآني ويعمل به كتابات تانية فهمين حراتكم زي مثلا إيه لا فتى إلا علي زي هنا مثلا وهنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا وفاطمة بنت رسول الله وهكذا وهنا مثلا ومحمد وإيه وجعفة وصلت للقصة هو مش بيغير يعني والعياذ بالله إنه بيدخل الأسماء دي في النص القرآني حاشا لله ولكن هو بيهيئ الكتابة شكل الكتابة نفسه وده الداع من الفنان يعني دي تنهارة فائقة جدا زي زي فكرة مثلا حساب الجمل مثلا إزاي هو يعمل نص كتابي بحساب جمل يديك رقمه ديت إبداعات من إبداعات الفنان المسلم طيب المصاحف ديت كانت بتتحطي فين بقى يا جماعة كانت بتتحط في علب صغيرة وكانت بتتعلق أيضا تيمونا وتبروكا وديت أشكال للعلب اللي بتتحطي فيها سواء من الجلد أو من المعدنة من أهم هذه المصاحف على الإطلاق هذا المصحف الذي ينسب إلى العصر المملوكي وهو تم صناعاته في مصر ومحفوظ في مكتبة بتسمى مكتبة شستر بيتي بلندن زي ما حالاتكم شايفين مدى الزخارف والعناية زي ما احنا شفنا الكتابات كذلك هو استخدم أشكال زخوفية ونباتية وهندسية وتطويع الكتابات القرآنية لهذه الأشكال تمام طيب زي ما حالاتكم شايفين إيه علاقة المصحف ده بالإمام بسيدنا الإمام جعفر الصادق إنه جي في نهاية النص القرآني بعدما خلص من أو أنهى كتابة صورة الناس جي كتب حجاب جعفر الصادق حالاتكم شايفينه اللي هو ده حجاب جعفر الصادق وطبعا ده النص بتاعه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلوا آخر حاجة أختم بيها مسك الختام تحفى من مصر ومحبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي عبارة عن مسجد تم إنشاء هذا المسجد في العصر الفاطمي في عهد الخليفة المستنصر بالله تم إنشاء هذا المسجد من أحد المحبين الذي رفض أن يذكر اسمه محبة وقربا للإمام جعفر الصادق عمل إيه بقى في المسجد ده؟ عمل لحتين تأسستين اللوحات دي تكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة المحسن إلى الله الباري المفترض والمعتاد في الأثار الإسلامية لما يجي يعمل نص تأسيسي نحن بنسميه نص تأسيسي يكتب اسمه يقول لنا ده أنا فلان اللي عملت ده لكن شايفين مدرقي أنا مش عايز نظرة الناس لا أنا أنتظر الفضل والعطاء من رب العباد تمام دي نظر إلى الباري أنشأ هذا المسجد المبارك لمولانا الصادق جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسن ابن علي ابن زين العابدين صلى الله عليه مجمعين في سنة ستة وسبعين وعبعمائة وعبعمائة ستة وسبعين يعني عصر فاطمي عصر مستنصر بالله اللوحة الثانية كان عليها آيات شعرية في متح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ديت اللوحات الحراراتكم شايفينها وديت النصوص القرآنية أو التأسيسية بس من باب الأمانة تم تجديد هذا المسجد في العصر العثماني وتم تغيير اللوحات التأسيسية وكتابة هذا المقام باسمه رضي الله عنه يعني اختلاف الكتابة طبعا حتى نوع الخط أول ما بنقول عصر فاطمي يبقى كتابة كفية طبعا الكتابات اللي حضراتكم شايفينها كتابة نسخية عادية خالص هنا طبعا نمازج لزيارة هذا المسجد وهنا وجود المقام الشريف الخاص بسيدنا جعفر الصادر طبعا ديت نوع من المساجد أو المقامات بنسميها في مصر مشاهد رؤية يعني هو رضي الله عنه طبعا مش متفون فيه ولكن احنا بنسميه مشاهد رؤية التي أقيمت من خلال المحبين له رضي الله عنه وأرضاه أشكر لحضراتكم حسن الاستماع وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا جزيلا لجناب الأخ العزيز الأستاذ دكتور عبد الحميد عبد السلام على بحثه القيم ونسأل الله أن ينفع به وأن ننتفع بما قال وأفتح الباب للمداخلة لا مداخلة لا تفضلوا جناب الدكتور دكتور سبحان عفوا نيسا يمينك آه يمينا عفوا بس الدكتور يتداخل ثم نعود الجهة اليمين بخدمتكم خلص تفضلوا من هذه الجهة هذا كان المايك موجود بسم الله الرحمن عفوا دكتور نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية نتوجه بالشكرا والتقدير لجميع الأساتذة الحاضرين في هذا المحفل العلمي الكبير وأتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ الفاضل الذي تفضل بإلقاء هذا البحث المبتكر والجميل في هذا المحفل العلمي ولكن ألفت نظر الأستاذ الباحث وأتمنى منه أن يعيد عرض صفحة المقدمة التي تم عرضها بداية حتى أستطيع أتكلم وألقي الملاحظة التي لاحظتها المقدمة رجاء مقدمة دكتور مقدمة باحثك تمام أنا أحفظها صفحة المقدمة بلا زحمة المقدمة نعم مقدمة الباحث نعم فضع حضرت قبلها قبلها حضرت نعم ألا يجد الأستاذ الباحث أن هناك خطأ قد يكون غير مقصود فيما كتب في هذه الصفحة فلم نعهد سابقا ولا يمكن أن نرى لاحقا أن يفصل بين رسول الله في الصلاة بينه وبين آله بأي كلمة شكرا لكم يعني أخذ باللاحظها شكرا جزيلا شكرا لمن حضرتك القيمة شكرا جزيلا بل خدمتكم تفضلوا جنال الدكتور الأخوة الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عذرا الأساتذة الأفاضل المصورين بس أريد ألقي الكلام مع الباحث مباشرة تفضلوا مسموع البحث في ما طرح هو يكاد يميل إلى حفريات في سميائية النص وهذه السميائيات التي ذكرتها هي في الآثار والدراسة الفيولوجية تعني أن لهذه الآثار دلالة محددة هل كانت هذه الدلالات سياسية على اعتبار أن العصر الفاطمي يرفع شعار الأئمة الاثنى عشرية على الأقل أو الإسماعيلية أو أبعد من ذلك أو أقل في هذا العلوان ثم هذه الدلالات اللي موجودة هل كانت هي للتبرك فعلا أم لأنها تقرب للسياسة ثم هذه اللي ذكرتها يعني المعالجات الذهبية أو كذلك حتى الأوراق في المصحف فيها دلالات تجارية يعني معروف عن الآن في المكتبات العالمية الرسمية يعملون نفس هذا النظام اللي هو نظام اللوحة في الكتابة فهذه هي نريد أن نقف عند هذه الدلالات فعلا كانت تنتمي لآل البيت ولي جعفر الصادق سلام الله عليه شكرا جزيلا شكرا أشكرا حضرتك على السؤال الطيب بص حضرتك إحنا لما تكلمنا في البحث قلنا أن من مميزات الفنون الإسلامية أنها ناقل لواقع المجتمع بكل ما فيه من تفاصيل تمام فلا أستبعد أن كل الأبعاد اللي حضرتك قلتها إلا أن مثل هذه القطع تصنع لبعد سياسي البعد السياسي هو أصلا أغلب هذه القطع كانت في فترة العصر مثلا الفاطمي أو العصر الصفوي يعني كانت الدولة تحكم بالمذهب الشيعي تمام فتأثير المذهب واضح ولا يحتاج إلى تقرب أصلا تمام لأن هذا كان حاجة عامة طيب إنما ولو اتفقنا على أني مثلا أن أنا بأقوم بإبداع قطع من غرض الكسب الاقتصادي أو للترويج الاقتصادي فهذا موجود ولا شك شكرا جزيلا تفضلوا جناب السيد بسم الله الرحمن الرحيم الأمين العام لرابطة خطباء المنبر الحسيني في النجف الأشرف سيد محمد النقيب شكرا للباحث الدكتور على المقدمة على المقدمة للأبيات الشعرية الرائعة في مدح أهل البيت سلام الله عليهم وأقول له حقيقة من النجف الأشرف شكرا للباحث من بلد الضاد وأقول له كذلك لا يلفت الأنظار حسن جوادكم إن لم يكن فوق الأصيل أصيله فكنت حقيقا أصيلا في مدح أهل البيت وجزاك الله خير جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم عفوا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للباحث على هذا البحث ولكن عندي مقترح ورح أبين سبب هذا المقترح أنا أعتقد العنوان لو يكون هكذا يكون أفضل منطبق على المعنوان تماما العنوان يكون الإمام الصادق سلام الله عليه ويريت لو تكتب هذه الإضافات يعني غير مكتوبة هنا فقط الإمام الصادق من دون سلام يعني ثقافة مهمة موجودة في مدرسة أهل البيت المفروض أن تدون الإمام الصادق سلام الله عليه في مرآة آثار وفنون المسلمين وليس في مرآة الآثار والفنون الإسلامية نحن عندنا مشكلة حقيقة في المصطلحات مثل الفتوحات الفتوحات الإسلامية وهي فتوحات كارثية يعني حلت على المسلمين وحلت على الإسلام وحلت هذه الصور التي تم عرضها الآن هي عبارة عن ثقافات لدول يعني جاءت الدولة الصفوية عرضت أشياء جاءت الدولة العثمانية عرضت أشياء جاءت الدولة الفاطمية عرضت أشياء السؤال هنا هل هذه الثقافات تنسب الإسلام أو تنسب إلى المسلمين مع ما فيها من إيجابيات وسلبيات أنا لا أتحدث عن إيجابيات ولا سلبيات ولكن مصطلح الإسلام مصطلح يجب أن يحفظ هذا مسألة جدا مهمة فعندما أقول هذه آثار وفنون إسلامية يعني العنوان يستبطن حالة مهمة جدا الآن لو أستعرض الفنون والآثار للدولة العثمانية أجد أيضا أكثر من هذا بكثير لمن تولوه فحقيقة هذه المصطلحات يجب أن تأخذ بدقة وتلاحظ بعناية فإذا كان العنوان الإمام الصادق سلام الله عليه في مرآة آثار وفنون المسلمين جيد جدا أعسى كانت الدولة الصفوية الدولة العثمانية الفاطميين غيرهم غيرهم هكذا ليش لأنه فيها فيها دلالات قد لا تقبل حتى في مدرسة أهل البيت سلام الله شكرا جزيلا جناب السيد الكريم شكرا جزيلا شكرا لحضرتك على طوح السؤال القيم بس إن شاء الله يعني عشان الإجابة عليه مطولة جدا ولكن اختصارا أنا هقول لحضرك على حاجة واحدة بس إحنا بنسمي يعني ما ينفعش نقول في مرآة آثار المسلم في مرآة آثار وفنون المسلمين عشان حاجة واحدة بس إحنا المعهود في المنهج بتاعنا الدراسي الخاص بالآثار الإسلامية يمكن على مسؤول الوطن العربي إن الفنون الإسلامية متنوعة في منها آآ فنون خاصة بالخزف فنون خاصة بالنسيج بالمعادن آآ كمان فنون خاصة بالخط العربي بأنواعه المختلفة يعني أنا عايز أقول لحضرك على حاجة بس الخط الكوفي أكتر من سبع أنواع فكل خط منه أو كل نوع من الخط يعتبر مدرسة فنية الوحدي فعشان كده إحنا بنقول كلمة فنون إسلامية للتنوع في التعددية وليس أكثر من ذلك شكرا لحظاتك ولينا لقاء جانيب شكرا فاضلوا جانا عبد بيكتور طبعا بتقدم بالشكر لأستاذ الدكتور عبد الحميد على البحث القيم الذي قدمه والخاص بالآثار الآثار هي المرآة فعلا كما ذكر وفي العنوان والآثار تعتبر خير دليل وعلى التاريخ على تأييد التاريخ صحة التاريخ أو تزيفه وإحنا عهدنا في بعض المستشرقين لما تكلموا عن آل البيت أو عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله تحديدا زيفه كتير من الحقائق الآثار هي الشاهد والدليل الأكبر على مستوى الثقافات عامة في تأكيد المعلومة أو تأكيد ما جاء في كتب التاريخ أو في المصنفات التاريخية وهذا محسوب للسيد وأجدتم فأن في إن الآثار هي أقوى دليل تعتبر دليل دامغ على ما جاء في التاريخ دمت موفقا مسدد شكرا 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 يا دكتور الله تنتقل الكلمة إلى السيدة وآخر مداخلة شكرا جزيلا أستاذ دكتور حورة عباس كرماش من جامعة باب لكلية التربية الأساسية شكرا جزيلا دكتور على هذا البحث القيم السؤال لك حول الآثار لم تلاحظ دكتور هذه الآثار لم تلاحظها أنه انتشر التشيع في الجمهورية حول لدى الشعب المصري سؤال جميل جدا 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 بصي حضرتك يعني أنا عايز أقولك أن الشعب المصري كمسلمين وأنا منهم واحد من المسلمين الذين يدينون بالإسلام ويدينون بالمذهب السني محبا بل وعاشقا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محبا جدا وهكذا يمكن أنا عايز أقولك أغلب المصريين والدليل على ذلك أننا نجد في مصر أكثر من غيرها من الدول من منشآت خاصة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر مزارات له وعندنا كمان يعني ليس أدل من مشهد الإمام الحسين عليه السلام مسجد مسجد السيدة زينب رضي الله عنها مسجد السيدة نفيسة كلها مزارات إسلامية وجود مثل هذه القطع التي يعني صنعت في مصر أو خاصة بمصر أو في غيرها من دول العالم الإسلامي ليس ليس دليلا على وجود فكرة المزهد كل له مزهد شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتورة زهراء دخيري من الجامعة اللبنانية عفوا ملاحظة صغيرة فيما يتعلق بالعنوان ملاحظة لغوية الإمام الصادق في مرآة الآثار الإسلامية وفنونها عدم الفصل بين المضاف والمضاف إليه وشكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد عبد الشلام شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا